بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوماً الآن وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصرت عينهم بنظر ووعت أذنهم بخبر وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذه البلدة الطيبة والطائف أحمد الله سبحانه وعيداً المكان المبارك في بيت من بيوت الله وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكره بالله تعالى في منعه وأسأل الله أن يجعل جارزة عيدة بروقنا أن يقال لنا جميعاً قوموا باغثوراً لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وأسأل الله تعالى بنا ولكم يا أهل الطائف أن يسبغ علينا وعليكم نعمته ظاهرة وباطلة وأن يسبح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجه ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجه ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالم أيها الإخوة والأخوات القرآن مليء بالعبر والعظات وقد تورد هذه العبر والعظات على شكل قصة فيذكر الله تعالى لنا قصة قارون مثلا ليقول لا تطغوا إذا كثرت أموالكم ويذكر لنا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لينبه الشباب إلى فترة تقع بينه وبين المرأة إلى غير ذلك يذكر لنا قصة شعيب عليه السلام مع قوم الذين كانوا يتناعبون بالمكيان والميزان حتى يوصل إلينا مواعب وتوجيهات ورسائل تفيدنا في حياتنا مما ورد في القرآن من القصص قصص تتكلم عن الحيوانات فإذا تكلمت عن سليمان عليه السلام وجدت قصة كاملة وردت عن الهدهد مع سليمان وكيف مضى الهدهد إلى اليمن ثم وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل الآيات فذكر الله تعالى لنا قصة هدهد وذكر لنا قصته مع النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحذبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون إلى آخر ذلك من الآيات جاء في السنة أيضا عدد من القصص والأحكام الشرعية المتعلقة أيضا بالحيوانات فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد أفجع شاتا ووضع رجله على صفحة عنقها بالبحشات وهو يسن سكينه وهي تلحظ إليه بعينها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد أن تميتها موتات أن تريد تقتلها عد عدة قتلات هل تريد أن تميتها موتات هل لا حددت شفرتك قبل أن تضجعها اليوم أيها الإخوة مع الأسف ينتشر عدد من المقاطع لتعذيب الحيوانات تجد مثلا واحد يعذب قط ويصور نفسه ويضحك وهو يعذب هذا القط أو أحيانا تجد مقاطع في الخارج خاصة لتعذيب الحيوانات حتى قتلها مثلا الثيران ويأتي من يصارع الثور ويطعنه مرارا حتى يسيل دم الثور ويموت تعذيبا طيب هل هذا جاء شرعا أصلا أو يأتي إليك مثلا ويقول لك هذا في مثلا بلدة فلانية يضعون على الطبق في المطعم يضعون لك السمك مطبوخا وهنا يزار حيا ويأخذون السمكة ويضعونها في زيت القلي عدة مرات حتى تبدأ تستوي ثم يضعونها في الطبق للزبون ويضعون الكاميرا عليها وإذا هي لا تزال تحرك فما حيا لا تزال وهي قد عذبت بأنواع من العذاب شووها على النار أو أدخلوها في الزيت ونحو ذلك إلى غير ذلك من الأشياء بل وجدت مقاطع أيضا في بعض البلدان يأتون بالحيوان وهم يأكلون القردة فالصورة كانت لقرد ويفتحون رأسه بالصاطور يربطونه على طاولة في النص ويفتحون رأسه بالصاطور وهنا يزار حيا ويبدأون يأكلون من دماغه وهنا يزار حيا طيب هذه الأمور لما مر بقوم قد جعلوا طيرا مربوطا ويتعلمون الرمي عليه ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام تعالوا نتكلم عن شيء من هذا في قصة سليمان عليه السلام لما قال علمنا منطقة طير وبعض الآداب الشرعية المتعلقة بذلك خلال هذه الدقائق التي معنا القصص التي وردت في السنة عن الحيوان كثيرة سأذكر لكم طرفا منها لتكون مدخلا إلى موضوعها كان هناك أمة سوداء تدخل على عائشة في المدينة وكانت كلما جلست مع عائشة وأخذتها الأحاديث والسواريخ تقول هذه الأمة ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وعائشة تسمع هذا البيت مرارا ولا تدري ما هو يوم الوشاح الوشاح طبعا هو شيء تضعه المرأة على بطنها تتزين به ويكون من حرير أو أحيانا مطعم بالذهب وما شابه ذلك فسألتها عائشة قالت إيش هذا يوم الوشاح فقالت هذه الأمة السوداء قالت إني كنت عند قوم في البادية وكنت أمة مملوكة عندهم أخدمه فأرادت بنت لهم أن تتزوج فأرادت أن تخرج لي تغتسل وتلبس ثياب العرس فأخرجوني معه ما كان عندهم في السابق حمامات في داخل البيوت فكان من أراد أن يغتسل رجل أو امرأة يخرج من بين البيوت يبتعد عن الناس ويختبأ وراء شجره أو حجر أو نحوه فهذه الفتاة أخذت لباس العرس معها وكانت أعراسهم في ذلك الحين ليست في الليل يعني ما هو العرس يبدأ بعد العشاء ساعة تسع أو العشر لا العرس وفرح العرس والولي ما هو نحو ذلك تبدأ مبكرا وينتهي الناس مع غروب الشمس ربما فهي قد خرجت مبكرة وخرجت معها بلباس الزواج ومن ضمنه وشاح من حرير أحمر مطعم بالذهب هذا الوشاح هو أحسن شيء بتلبسه في العرس يعني هو طقم الزواج اللي بتلبسه في العرس كما لو أن فتاة تزوجت وفي ليلة عرسها ضاع الذهب اللي بتلبسه لو وجدت أنها تعتبر نفسها ما تزينت فلما وضعت اللباس عند الجارية عند هذه الأماء السوداء ودخلت الفتاة اختبأت لتغتسه فأقبلت حدها والحدها نوع من الطير مثل النسر والقصر والسقر ونحوه هذا النوع من الطير يخطف الطعام خطفا بسرعة شديدة لا ظنته لحمة والأماء جالست يعني تنتظر سيدتها أن تخرج وتلبسها وتساعدها العرس فأقبلت الحدأة بكل سرعة فلما ألقي عليهم ورأوا فعلا قائرا في السماء قد ألقى عليهم وشاح بنتهم علموا أنهم ظلموها فقالوا والله يعني نتأساف ونعتذر قالت أنتم ظلمتمون ما فائدة الأسف والاعتذار فقالوا ما يرضيكي يرضيكي أن نعتقكي خلاص تصبحين حرة قالت نعم فأعتقوها فلما أعتقوها خرجت من بلدهم وتوجهت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إن هذه الأمه السوداء هي الأمه التي وردت فيها قصة أخرى أن أمة سوداء كانت ماذا تفعل تقم المسجد يقال إنها هي وأنها كانت لا أهل لها ولا ولد ولا زوج فكانت تأتي إلى المسجد وتقم المسجد يعني ترض في المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها مرارا ففقدها فقال لأصحابه أين الأمه السوداء التي كانت تقم المسجد قالوا ماتت يا رسول الله قال ماتت أفلا كنتم آذنتموني كيف تموت وأنا ما أعلم سماوات وما في الأرض من داب والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يقومون فكل الدواب لها سجود يليق بها لها سجود يليق بها بمعنى أنه قد لا يكون سجودها مثل سجودنا نحن إرصاق الأن في الجبهة بالأرض لا لكن لها سجود يليق بها فإذا رأيت أنواع الحيوانات اعلم أن كل هذه الحيوانات لها تسبيح كما قال الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه كل واحد من هذه الحيوانات يعرف في داخله طريقة صلاته وطريقة تسبيحه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابينا يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان الأمانة اللي هي عمارة الأرض يقال إن الله تعالى عرضها على كل المخلوقات أن تصبحوا أنتم الذين تعملون الأرض لكنكم تحاسبون بعد ذلك فأبد سماوات الأرض الجبال الحيوانات حتى حملها الإنسان فلما حملها سخر الله له غير فصارت الجبال مسخرا للإنسان يأتي يهدم الجبل يسكن فوق الجبل يدخل في غار في الجبل الجبل مسخر الإنسان يكسر حجارته ويبني بها بيته مسخر الإنسان الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سخر الله تعالى الأرض للإنسان فيسرع فيها ويحفر فيها للماء ونحوه لأنه هو المسؤول عن عمارة الأرض وسخر الله تعالى له الحيوانات لكن كل قد علم صلاته وتسبيحه ولها سجود كما قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه الحذاب فذكر الله تعالى أيضا أن الدواب تسبح وأنها تسجد وكان داود عليه السلام يسبح تسبيحا بصوت حسن وكان من أحسن الأنبياء صوتا داود عليه السلام ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة أبي موسى رضي الله عنه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني طريقة أدائك وطريقة ترتيلك رائعة كما كان آل داود يتلون وجاء أيضا في الحديث أن داود عليه السلام كان إذا تغنى بالزبور الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود كما أنزل القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقلون كان إذا تغنى بالزبور إذا رتل تأتي الوحش الوحوش الأسد والذئاب وتركن على الأرض تسكن على الأرض وتبرك على الأرض تستمع إلى تلاوته يقولوا وكانت الطير تجتمع فوقه حتى تظله تستمع إلى تلاوته لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال الله تعالى وسخرنا مع داود إذا قرأ وسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الجبال تسبح مع داود والطير حتى الطير تسبح مع داود عليه السلام هذا مما ذكره الله تعالى من حال هذه الحيوانات الحيوانات عجماء لا ترتب ولا تكلموا لكنها تتفاهم بعضها مع بعض ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره ذكروا أنه كان يمشي مع بعض أصحاب فمر براعي غنم وإذا شات من هذه الغنم تلتفت إلى شات أخرى صغيرة متخلفة عن الغنم وترغي لها بصوت عالي فقال لأصحابه هل تدرون ماذا تقول الشات الكبيرة للشات الصغيرة؟ قالوا ماذا تقول؟ قال إنها تقول الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول فجاءوا وسألوا الراعي قالوا له هذه الشات الصغيرة هل هي ابنة لهذه الشات؟ قال العام هي بنتها قالوا هل لها ابنة أخرى؟ قال كان لها ابنة أخرى ولدتها العام الماضي وأكلها الذئب في هذا الموضع فهي تتفاهم مع بنتها تقول ترى أختك سبق أن أكلها الذئب تعالي فقال سبحان من علمك ثم مشوا مع سليمات فمروا بامرأة راكبة على بعير وإذا هذا البعير عليه الرحل والمرأة راكبة فوق الرحل والرحل كما تعلمون يسرع من قوائم خشق ويربط بالحبار ويضع فوق مثل البساط ويحمل مثل الكرسي ويضع فوق البعير وإذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي والمرأة تضربه فيمشي ثم يقف أخرى ويرغي بصوت عالي وتضربه ويمشي فقال لأصحابه هل تدرون ماذا يقول هذا البعير للمرأة قالوا ماذا يقول قال إنه يقول لها ويحكي انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني الإبرة في السابق كبيرة غالبا يسرعونها لخياطة بيوت الشعار وكذا فربما كانت في حجم اليد أو نحوه فلما حملت المرأة الرحل كان قد نشب في الرحل إبرة وحطت الرحل فوق البعير وهو بارك على الأرض وربطته ثم لما ركبت نزل الرحل وضغط على سلام البعير وبدأت الإبرة مع الحركة تطعن فهو يقول لها وقفي طلع الإبرة يقول ويحكي انزع الإبرة من أسفل الرحل فإنها تطعنني فجاءوا إلى المرأة وقالوا له وقف فوقفت ثم بركوا البعير فبرك ثم أقبلوا إلى الرحل وأنزلوه من على البعير وتفحصوا وإذا في أسفله إبرة فأخرجوا هذه الإبرة وأعادوه إلى مكان فهذه الحيوانات لها مشاعر هي عجماء فيما نرى نحن لكن في الحقيقة يتكلم بعضها مع بعض ويتفاهم بعضها مع بعض ونحو ذلك بل يقول بعض الصحابة يقول رأيت وأنا في الجاهلية قرودا ترجم قردة والحديث في البخاري قالوا لك كيف قال كنت أرعى الغنى أظنه بن مسعود رضي الله عنه أو غير يقول كنت أرعى الغنى فأقبل قرد كبير معه قردة صغيرة يعني أو أصغر منه أنثة يعني فجاءت ووضعت له فخذها واضطجع برأسه عليه ونام فأقبل قرد آخر فغمزها فنظرت إليه ثم أخذت حجرا ووضعته مكان رجلها ورأس القرد الكبير عليه وذهبت معه يقول فواقعها وأنا أنظر واقعها كما يواقع الرجل المرأة يعني فثم رجعت وصارت تتوخر الحجر حتى تضع رجلها في الرثانية فالسيقض القرد الكبير يقول وجعل يشمها ثم صرف بالقرود واجتمعوا وجعل يصرخوا بهم ثم أخذوا الحجارة وأخذوا يرجمونها حتى في البخاري هذه الحيوانات عندها كما ذكرت مشاعر عندها أحاسيس وعندها أنواع وأحكام في التعامل مع بعضها البعض وعندها ذكاء أيضا في التعامل وفي التخطيط حتى ذكروا أن القرود مثلا تأتي إلى الجراء الصغيرة التي تولد للكلا لما أمثى الكلب تلد جروا ثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخر ويبدأ يكبر قليلا تأتي القرود وتخطفه وتخليه معها وترضعها تكمل الرضاعة حتى يكبر وهما يعرف له القرود هذه أمه وهذا أبوه وهذا أخوه فإذا كبر وصار كلبا متوحشا لازمها وبقي عندها يعتبر هذا ولا أهلا لكن يفيدهم في ماذا في حراستها في حراست القرود لو جاء كلب أو جاء ذئب أو شيء يضر القرود يبدأ الكلاب هذه خمسة ستة عشرة تبدأ تدافع عنها فانظر كيف تخطط هذه القرود لما يعني تريده بعد فترة إذن نحن لما نتكلم عن هذه المخلوقات نتكلم عن يعني مخلوقات جاء في الأحاديث والآيات أن لها سجود وأن لها تسبيح كل قد علم صلاته وتسبيح ولله يسجد ما في السماوات ما في الأرض حتى قال والشجر والدوار يا جبال أوب معه والطير يعني رددي معه وسبحي وذكر الله تعالى الحكم التي جعلها الله تعالى في الحيوانات وقال سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة لكم حكمة وعظة إيش الحكمة والعظة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا يعني تستسيغه النفوس ليس فيه رائحة عفلة أو فيه طعم حامض جدا ما تستسيغه ما تقدر تشرب لا نحن سوغناه له ويسرناه وجعلنا الحلق واللسان والبطن والأنف يقبل هذا الذي يخرج من بطونها فيخرج من أدبارها شيء تتقزز منه النفوس ويخرج من مرضع قريب منه يخرج منه لبن سائغ للشاربين هذا من نعمة الله تعالى لذلك قال الله جل وعلا فيه الآية الأخرى قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون لكم فيها منافع ولتبرغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملوه ويريكم آياته فأي آيات الله يكذكرونك أن الله تعالى يقول إذا ركبت الدم أو رأيت الجمل أو رأيت الطير اعلم أنك تتعامل مع خلق من خلق الله لا وحقوقه عليك ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة للنارة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوانات صبرا يعني أن تحبسه حتى يموت ما يجوز حتى لو واحد فرضا حبس ذئب حتى يموت الذئب جوعا وعطشا لا يجوز أقتل الذئب عادة أو أطلقه أما تحبسه حتى يموت جوع عطش ما يجوز حتى لو كان ذئبا حتى لو كان من الدواب التي أمرنا بقتلها مثل العقرب مثلا والحية تقتل في الحل والحرم ومع ذلك لا يجوز أن يحبسها يغلق عليها في مكان حتى تموت جوعا وعطشا لو عندك فأر وجاء الفأر فرضا ورحكت في البيت ودخلت حتى الثلاجة فجيت ووضعت حاجز من هنا وحاجز من هنا وقلت خليه لين يموت وبعد أربعة أيام خبست أيام خفض صوته وسكن وفتحت وطلعته بعصر اللبشي ميت نقولك لا يجوز لا يقتل شيء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا يعني أن يقتل يحبس في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت لا يجوز ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة للنار في هرم حفستها شوف كيف عذب الله تعالى المرأة بسبب هذه الهرم وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت الجنة بسبب كلب أسقطها فالآن يحذر من أذاها وفي الوقت نفسه يأمر بالإحسان إليها يأمر بالإحسان إليها في طعامها في شرابها في ظلها في مداواتها لو جرحت أو مرضت أو ما شابه هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدد من الدواب وكان لها أسماء فكان له صلى الله عليه وسلم حمار يركبه أحيانا اسمه دلدل وكان له صلى الله عليه وسلم ناقه اسمها القصوى وكانت هذه الناقة ترعى مع بعض الإبل في أطراف المدينة فأقبل جمع من الأعراب وهجموا على هذه الإبل واستاقوها معهم يعني نهبوها وكان من ضمن ما نهبوا امرأة كانت ترعى الإبل وأخذوها معها الإبل اختطفوها فمضت المرأة معهم ومعهم أيضا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى لأنها كانت من ضمن الإبل فلما نزلوا في الليل جعلت المرأة تتلفت هؤلاء ماذا سيفعلون به وعالجت وعالجت رباطها وثاقها حتى استطاعت أن تحل وثاقها نحن الآن لو رجعت مشي نحن ربما تموت جوع عطش مع كثرة المشي ويطلع عليها الصبح وبعدها ما تقدر تسرع كما لو أنها ركبت دابة الدابة أسرع منها والدابة أكثر تحمل للمشي الطويل أكثر منها المرأة فجاءت المرأة إلى الدواب المعقلة كل الدواب التي أخذوها عقلوها ربطوها وصارت تأتي كلما وضعت يدها على بعير لتحل عقاله رغى البعير بصوت العالم فخافت أن يستيقروا فتأتي وإلى البعير الثاني حتى أقبلت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسواء وكانت ناقة مذللة حسلت المشي فأقبلت المرأة ووضعت يدها عليها وهي ساكنة فحلت وثاقها عقالها وهي ساكنة ما تكلمت ولا أخرجت أي صوت ثم ركبت على ارتحلتها على ظهرها وقامت الناقة وتوجهت إلى المدينة وركضت فالمرأة من شدة الفرح لما ابتعدت عن الناس هم نايمين إلى الآن وأيقنت إنها نجت خلاص الآن لو استيقظوا على ما يركبون ابنهم وكذا يحتاجون وقت كل مرأة يضع الطريق يعني ما يقدرون يصلون إليه وثقت المرأة إنها نجت فمن شدة الفرح قالت اللهم إن لك علي نذرا إن أنجيتني عليها أن أنحرها حول ولا قوت إلا بالله الآن الناقة التي أنقذتك بإذن الله وكانت ساكنة هادئة تنحرينها هذا جزاء ما قالت أن أطعمها أن أسقيها ماء أن بعسل أن أعطيها كافأها بشيئة أن أنحرها فرجعت المرأة إلى المدينة فلما رأى الناس ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فريح لأنهم يريدون أن يستعيدوا إبلهم لكن ما عندهم أي دليل وين اللي أخذوا الإبل فلما رأوا المرأة على الناقة علموا أن الآن هذا أول خيط يعني ممكن نحن نجد الإبل فلما أقبلت المرأة أقبل الناس إليها وأمسكوا الناقاه ونزلت المرأة وذهبت إلى بيتها وسلمت على أهلها وأخذوا الناقة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن أقبلت المرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أعطني الناقة قال لماذا؟ قالت لأنحرها حول أولا قوة تنحر الناقة قال لماذا تنحرها؟ تنحرينها قالت يا رسول الله إني قد نذرت ندرا بي إن أنجاني الله عليها أن أنحرها فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتيها هذا جزاء؟ بئس ما جزيتيها أن أنجاك الله عليها أن تنحريها يعني كيف تنحريها قد أنجاك الله عليه أن تنحريها ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم هذه هو الأفاضل أيضا مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن التعامل مع مثل هذه الدواء ومما ورد أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر كان راجعا مع بعض الأصحاب إما من غزوة أو من سفر فنزلوا في موطن وإذا بحمره حمره نوع من الطير مثل الحمام نحوه وإذا بحمره تطوف فوقهم وتصيح وتنظر إليه فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من فجع هذه بأفراخها واضح أنها تصيح فوقكم تبحث عن شيء ولا يمكن تبحث إلا عن أفراخها عيالها من فجع هذه بأفراخها قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله أخذت أفراخها يعني مررنا بعشها ورأيت الأفراخ وأخذتهم أخذهم ربما ليربيهم عنده حتى يكبروا فيأكلهم أو يعطيهم أولادهم ألمهم أن أخذ الأفراخ فقال عليه الصلاة والسلام رد عليها أفراخه من رحمته وفي رواية الأخرى إما في هذه القصة أو في شبيهة لها أنهم لما كانوا فيها السفر ونزلوا أقبلت طير حمره تطوف حتى نظرت إلى واحد من الصحابة في حجره الأفراخ يعني عيالها في حجره يلعب بهم فأقبلت ورمت نفسها معه من رحمتها به هذا مما ذكر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن نثرها كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل مع هذه الدواب ويعلمون أن هذه الدابة كما أنها سخرت لك لكنها مع ذلك قد جعل الله تعالى لها حقوقا على الناس مر عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه بحمار عليه لبن كانوا يصنعون اللبن حتى يبنون به البيوت فمرأة تبني بيتا وتنقل اللبن من مكان إلى مكان وقد وضعت لبنا كثيرا على الحمار والحمار يا الله يقدر يمشي فأقبل عمر رضي الله عنه وأنزل من فوقه لابنتي خفف عليه فقالت المرأة يا عمر ما لك ولحماري ليش نتعرض لدابة ما لك ولحماري أأنت عليه سلطان أنت مسؤول عنه فقال عمر وكان في خلافة عمر رضي الله عنه وقال عمر فما يقعدني عن هذا ايش اللي يمنعني عن هذا والله لو أن بغلة في العراق تعثرت لخفت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر هذا من عظم المسؤولية على الإنسان يقول كيف الآن أمامي هذه الدابة هذا داخل تحت سلطاني لو أن بغلة في العراق تعثرت لخفت أن يسألني الله تعالى عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر الحيوانات جعل الله تعالى لها قدرة على سماع أشياء نحن لا نسمعها النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو على دابته بموضع وكان هذا الموضع بستان قديم خرب كما أنك تأتي لبعض القرى مثلا وترى بستان خريبا النخل ميت وكذا يعني غير معتنا به فاضطربت دابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسقط عنها اضطربت وتحركت وجرته فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفي هذا المكان شيء في هذا الموضع قالوا نعم يا رسول الله قبور للمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدواب تسمع ما لا تسمعون يعني هي تسمع صراخ تسمع عذابا تسمع أشياء الله لم يمكنكم أنتم من سماعه إن هذه الدواب تسمع ما لا تسمعون فذكر عليه الصلاة والسلام يعني أنت الآن لما واحد يكلمك بصوت منخفض تجد أنك تسخي لا تسغي سمعك له ربما تمير رأسك وكذا وتضع يدك على أذنك تقول إيش أرفع صوتك شوي طبيعي تسغي سمعك له فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من دابة إلا وهي مسخية سمعها يوم الجمعة تخشى أن ينفقها في الصور كثيرا الدواب عندها مثل هذا الدواب تحاسب يوم القيامة ذكر المفسرون عند قوله تعالى ويقول الكاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من أول ما يفصل بينهم يوم القيامة بين الدواب فيؤتى بالشات القرناء والشات الجماء أو قال الجلحاء الشات اللي لها قرون والشات اللي ما لها قرون يؤتى بهما يوم القيامة في المحشى فإذا كانت الشات القرناء قد نطحت الجلحاء يعني هم في الدنيا في حوش واحد وحدة لها قرون والثانية ما لها قرون فالتي لها قرون نطحت الثانية لأنها تدري أنها ما تقدر تنطحها فيؤتى بها يوم القيامة فيؤتى بها يوم القيامة فيؤتى يجعل الجماء للجماء قرنان وتؤمر أن تنطح الثانية تنطحها تنطحها حتى تقتص منها ثم يؤتى بالإبل ويقتص بعوها من بعوها يؤتى بكل الحيوانات في يومه كان مختاره خمسين أنفسها ويقتص بينها ثم يقال لها كوني ايش ترابا يقال لها كوني ترابا إن ما عليها حساب ولا عقاب ما في جنة ونار لها هي غير مكلفة كما أن السماء غير مكلفة إلا بتسويح وتهلير والأرض غير مكلفة ما عليها حساب وعقاب كذلك الحيوانات ما في حساب وعقاب إلا بمثل هذا الاقتصاص منها يوم القيامة فيقال لها كما قال عليه الصلاة والسلام كوني ترابا وتصير تراب خلاص تفنى وظيفة تكلف الدنيا خدمة الإنسان أشياء معينة في الأرض انتهت الدنيا خلاص مالك جنة ونار كنت يقول يقول عليه الصلاة والسلام عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو أنه كان في الدنيا حيوانا حتى لا يعدب يوم القيامة بما سبق أن عمله في الدنيا قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في سماع الحيوانات يقول إذا سمعتم سياحة ديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا فإنها رأت ملكا قال وإذا سمعتم نهيك الحمار فتعوذوا بالله من شره فإنه رأى شيطانا والحديث في الصحيحي هذا فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن هذه الحيوانات ويقول عليه الصلاة والسلام في مراوه رمام رحمد إن الموتى ليعذبون في قدورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم وقال عليه الصلاة والسلام لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس لماذا لا تفزع قال في الحديث الآخر عن أبي داود وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن الساعة تقوم في يوم الجمعة النف في الصور يكون يوم الجمعة لا يكون سبت ولا أحد ولا ثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خميس يكون يوم جمعة فهي تسخي سمعها يوم الجمعة خوفا من أن تسمع شيئا أن تقوم الساعة قد يكون أحيانا بعض هذه الدواب يعني يكشف بسببها جريمة يجعلها الله تعالى سببا لفضح بعض الجراء كان هناك لواء عراقي اسمه محمود شيط خطاف يمكن بعضكم قرأنا بعض الكتب يعني له كتب حسن من ضمن كتبه كتاب اسمه عدالة السماء قرأته يعني قديما وذكر فيه بعض القصص التي شاهدها هم في بعض الجراء ونحوه مما ذكر قال إن رجلا كان عنده يعني ينقل الناس بالأجرة من بلد إلى بلد إما على دواب أو على سيارة أو كذا فدخل يوما بسيارة كان معه راكب وهذا الراكب معه فلوس وينتقل إلى بلد آخر فدخل معه في مكان كذا في البر قال ما عليش أنا بقضي حاجتي ودخل معه في البر وهذا الراكب ساكت بسا الواقب يحذي حاجتك وأيذا به ينزل الراكب بالقوة ويأخذ السكين ليذبحه قال له حرام عليك ليش تذبحني قال سأخذ مالك قال طيب خذ مالي ولا تذبحني قال لو ما ذبحتك بتفضحني أنا إيش اللي يضمنني ترجع وتشتكيني بعد قال لن أشتكيك أبقني أنا عندي عيالي وزوجتي وأطفاله قال لا الذبح فيك فيك قال خف الله اتق الله قال ما فيه فلما وضعه ليذبحه استسلم خلاص رأى حمامتين على غصره فقال اشهد عليه اشهد عليه أنه ذبحك هذا ضحك وذبحه وسرق المال ووعدين صار يعني من أصحاب الأموال وبيت حسان وكذا يقول فحضر وريمة عند أحد الناس سبحان الله يعني الدم يلحق صاحبه وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء دم شأنه خطير لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصل دم حراما ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك يعني الكعبة فالدم شأنه عظيم فجالس على الطعام هذا الرجل تاجر للقاتل وإذا بحمامتين مشويتين وضعوها أمامه كنوع من الإكرام لا أنت التاجر لازم نكرمك يعني ونحط كل شي عندك فلما وضعوا حمامتين مشويتين صارح وقالوا والله شهدت والله شهدت شهدت والله شهدت قالوا كيف شهدت قالوا اشهدت اشهدت قالوا اشهدت في ايش فانهار واعطاهم القصة قالنا قبل سنوات وصلت فلان من بلدتنا لما كنت سواك تاكسي وفلان اللي فقدتوه اللي تقران والله راح الرجال في تجارة وفقدنا ما ندري ما الراح أنا أدري ما الراح أنا اللي قتلت واعترف لهم بالقصة كلها حتى قبض عليه منف عليه القصص فكان محمود شيخ خطاب قد جاءنا عنوان القصة نعم لقد شهدت لقد شهدت أما قال شهده وإذا بها تأتي أمامه فتشهد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الآداب في التعامل مع البهاء أم مع الحيوانات من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهاء ما يسمى من صارعة الديكة مصارعة الثيران ونحو أن يحرش بينها بالصارع والناس يرحكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهاء لأنه لا فائدة منه مجرد عدف هي تتعذب وينقر بعضها بعضا والناس الحكوين لا فائدة وقد كانوا الرومان سابقا يحرشون بين البشر مهم بين البهاء فكان ملك الروماني يجلس في ملاعب الرومان القديمة ولا تزال موجودة اليوم آثاره ويخرج بعض الناس اللي عليهم قضايا قتل أو قد حكم فيهم بالقتل ويأمرهم أنهم كل واحد معه سكين أو مع كذا يلا تقاتروا اللي يقتر الثاني ينجو وهو يستمتع برؤية المضاربة والدم حتى يموت أحدهما فكل واحد يحاول يتمسي يتجبت بالحياة إذا كان نهي عن التحريش بين البهاء فما بالك بالتحريش بين الآدمين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهاء كما ذكر تصبر يعني أنها تحبس حتى تموت جوعا وعاطشا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بنثر قد نصبوا دجاجة يترامون دجاجة ما تستطيع تطير فحطين لهم دجاجة والدجاجة تجريت تهرب من الرمي وهم يترامونها يتعلمون عليها الرمي وأنه يتطير طارت وخلتهم لكنها ما تطير وبالتالي يتقفز يمين ويسار وهم يترامونها كل واحد يسدد السهم عليها فقال ابن عمر لما رأوا ابن عمر تفرقوا تفرقوا يدرون يعلمون لهم وقعوا في خطأ تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا وفي رواية قال ابن عمر لعن الله من فعل هذا ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا فضل الله تعالى بعض الحيوانات على البشر فقال الله تعالى وَإِمَّي شَيْنِ إِلَّا يُسَبَّهُ بِحَمْدِهِ وقال في الآية الأخرى وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوَنْ لَهُمْ وقال الله جل وعلا إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا سَبِيلًا يعني كما أن الدابة تأكل هو يأكل والدابة تشرب هو يشرب والدابة تنكح وهو ينكح والدابة تنام هو ينام الفرق بينه وبينها أن الله تعالى فضّره بالعقل وأمره أن يستعمل هذا العقل في العبادة والاستدلال على التوحيد والاستدلال على عبادة الله فإذا بالدابة وهي أقل منه عقلا تستدل على العبادة والتسبيح كل قد علم صلاته وتسبيعه وتسبع وتصلي وهذا البشر لا يفعل ذلك فصارته أفضل منه عند الله تعالى ولذلك هو يعذب يوم القيامة وهي لا تعذب لأنها لا تدخل جنة ولا نار كما ذكرنا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتبة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرخ ذفيحته هذه الأمر في التعامل مع الحيوان واحد يذبح لشات يذبح كذا في طريقة شرعية لا تذبحها وأختها تنظر إليه وأحد السكين قبل ما تضجعها وأحرص على أن لا تموت هي إلا وهي رويانه بالماء نحوه وأذكر قديما لما كنا صغارا وكان الوالد وغيره إذا أرادوا أن يذبحوا الشات يأتهم بماء في سطر وتشرب حتى تروى ونحو ذلك يعني نوع من التعامل الحسن معها اليوم مع الأسف مقاطع والله يعني تعلم أنها مخالفة للشريعة في طريقة التعامل مع الحيوانات عند نحرها ونحو ذلك وحيانا تنحر بغير الطريقة الشرعية فالإنسان ينتبه لمثل هذا حرم النبي حرم الله تعالى دم الحيوان أن يشرب كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة هو الدم ولحم الخزير كيف حرم الدم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن إذا جاع أحدهم وما عنده أكل يأتي إلى رجل البعير أو يده ويجرح فينطلق الدم فيضع فمه عليه ومصه حتى يشرب الدم ويروى ويقول بعض الصحابة أسلمت في المدينة ثم مضيت إلى قوم لا يدعوهم إلى الإسلام قال فلما جئت إليهم وإذا إناء فيه دم وضعوه أدعشاهم وقالوا هرم إلى الطعام لقلوننا وهم يأكلونه بأصابيع دم وكانوا يستسيبون هذا وإلا نحن اليوم بمجرد تخيل هذا تجد أنك لا تقبله نفسه فما بارك باللي قدانه قالوا هلما إلى الطعام وقال إن الذي جئتكم من عنده يحرم هذا ما يجوز اللي تفعلوا إن الذي جئتكم من عنده يحرم هذا فكانوا في الجاهل يشربون الدم وحرمه النبي صوالي وحرمه الله تعالى عليه أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ عبدالله بن جبريم في درسه يوما سئل عن شرب الدم للحيوانات وقيل له إن بعض أنواع الدواء تأخذ من دم الحيوان وقالوا له إن يقال إن معالجة الربو تكون بشرب دم إيش ما سمعتوها دم إيش الضب فهل يجوز ذلك فقال الشيخ إذا كان يعني لابد إذا ثبت طبيا أو بالتجربة أن هذا مصاب بالربو وشربه وطاب وهذا مصاب بالربو وشربه وطاب فيجوز شرب دمه لكن لا يكون الدم المسفوح يعني ما هو لما يأخذ الضب بسم الله الله وينحرع عند الرقبة وينطلق الدم هذا ما يجوز بالإجماع لا من الضب ولا من غيره من الدواب المعقولة يعني لكن إذا سكن الدم وبعدين قطعت وبقى في العروق شي ممكن تأخذ اليد تأخذ الرجل تأخذ ويعصرها وكذا ويحركها حتى يتساقط الدم في بيانة أو في فنجان أو كذا ويشرب ما يموت الضب المهم إذا تعور دبت الخرص العم يقول بيبطي ما مات الضب والمقصود أنه إذا كان للعلاج ولذلك الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد موتها جائز أن لما تنحر الذبيحة وبعدين يحطون الفطح في القدر أحيانا تشوف دم طالع فوق يتسرب من شرائين هذا جائز الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد ذبيحة أما إذا كانت إذا كانت دم المسفوح والذي لا يجز وعموما أيها الإخوة ترى مسألة أحيانا تخيلات عندي واحد من زملائي في الجامعة من أهل الشمال وشمال المملكة يقول كانوا قديما عندنا يعتقدون الشيبان والعجائز أنه إذا عضد كلب مسعور أنك تصير مسعور مثله وأنه لا يشفيك إلا إذا شربت دم كذا وذكر إحدى القبائل المشهورة أنك تشرب دم رجل من هذه القبيلة يقول ما يجوز تشرب دم إنسان تذبح الرجال عشان تشرب دمه يقول فأنا كنت صغير ما أفهم هالأشياء يتكلم عن شيء قبل أربعين سنة وخمسين سنة يقول فجدتي استيقظت يوم وفيها جرح في رجلها يمكن هالجرح من أمس الليل ومتابعات أو شيء قالت عضني كلب مسعور وأنا نايمة قلنا يا جدة ما هو بواضح ما هو ما هي بعضت كلب ما هي بعضت كلب وانت نايمة ما تصحين وش هالنوم قالت لا ألا عضني كلب مسعور تقوم تنبح يا جدة هذكري الله قالت خلاص أنا مسعورة آآ وقامت تنبح عليه يقول يقول والله أنا أسمعها تنبح وأنا ذكر أيام عمري أربع سنين خمس سنين وجدتي تنبح في البيت وتقول بعضكم باكلكم إلى آخر واللي جيبوا لي دم كذا دم وذكرت قبيلة يقبها يقول وتورط لها بها شو شو تعال جزا العجوز وأظنها ما هي بجدتها ضارنها جدت أبيه أظنها جدت أبيه كبيرة في السن يعني أي عم يتشاؤمون صدقت صح يقول العم كانوا سابقا يتشاؤمون إذا عظت كلب قالوا مسحور يقول المهم هذا هي جدت أبيه يقول المهم تورط بها جد وتورط بها أبوي هل العجوز اللي انقلبك تنابح في البيت يقول وقال قال لها أبوي أو جدي أو كذا قال خلاص أنا بجيب لك دم كذا أبشر أباروح الواحدة منهم بخلي يجرح أصبحت ويعصر لي دم وجيبه قالت واو وتنبح ما تقدر ترد عليه إلا بالنباح يقول والله يروح الرجال عند قصار وراح لبعد الفجر وقال لها عندك ثبيحة أو تتابحها قال نعم قال جل بس أنا معي بيالة دخلي بس عند الثبيحة معلقها يقول والله ويجي ويحط البيالة ويعصر هالشريان وهالشريان لين جمع لها شوية دم ويرجع لها قال بشري جدا وقالت هاو هاو يعني ش عندك قال لها هذا واحد من هذي قبيلة كذا يا الله طاعة الله هذيه يعطيني هذا والله اني عصرت صابيع هلين عجزت يا الله شريت بفلوس وتأخذه وتشرب ثم ذهب ما بها قام التعامل عادي وتقهوة معهم وتسورف وتصليف لحا شو فيه طبعا طبعا في الحقيقة هي ما شفيت بشربها الدم انما المسألة عندها تخيل فقط وهم ايه وهمت توهمت ان دعاي فيها الدم هذا فترى كذلك لما يقال مثلا ايه ظنتي عم ندوها في فكثير من هذه الأمور لما يقول لك والله يشرب دم ضب ولا يشرب دم كذا او ما شابه ذلك لا بد أن يثبت اما بالتجربة او يثبت طبييا يجيك الطبيب ويحلل في المختبر ويقول لك نعم هذا فيه مواد كذا وكذا تساعد فيه كذا في الشفاء اما مسألة بس تخيلات الواحد يقول اذا شرب دم اذا شرب كذا شفي هذه تخيلات لا ينتفت إليها هذا من الأحكام الشعرية المتعلقة بالدم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا حتى في ركوب الابل يقول اذا سافرتم في الخصب يعني اذا كانت الارض خصباه والمطر نازل ومريئة بالزرع وكذا فاعطوا الابل حظها من الارض البعير يمشي ويشوفها الخضار وده يرعى فانت لا تشد على البعير تظلك ماشي ماشي طيب وله مشاعر يشوف الخضار ويشتهي الطعام والمرأة اعطوها حظها وقفوا كل شوي خلوها ترعى تشبع واذا سافرتم في السنة السنة يعني في الجد اذا سافرتم في الجد يعني في السنة فاسرعوا عليها السيد لانها تبغى تقطع المسافة حتى تقف في مكان وتأكل فهذا ايضا من ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل بالتعامل مع لا يجوز ايذاء الحيوانات ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان توسم في وجوهها الوسم تعرفون الوسم اكيد هو على ما توضع على البعير ليعرف يصير واحد عندها عشر من العشرين ثلاثين مئة او قبيلة معينة حتى لو البعير اختلط بغيره الف هذا بعير بالحديد يسمون يحطون وسم معين على ما هو لرقم ولا شيء يعرفون هذا وسم هذا فما احسنت العم يقول كل قبيلة لها وسم معروف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه شوف احترام حتى احترام الادام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وكان السلف رحمهم الله تعالى يراعون مثل هذه المشاهر ابن القيم رحمه الله ذكر عن جمع من السلف انهم كانوا اذا جلسوا للطعام ورأوا هرة تحد النبر اليهم تنظر اليهم انهم كانوا يلقون اليها شيئا ويقولون ان لها عين انها قد تصيب بالعين فعلا الناس قاعدين يأكلون وشي ينظر اليهم وهو جائع اشد الجوع ما نظرك انك تأخذ ولو من بقايا طعامك وتعطيه له تعطيه باسلو خلاسط لان هذا اذا رميته في التراب يمكن ما يقدر يأكله لكن يعطى بشكل مناسب يستطيع ان يأكله به هذا ايضا مما يتعلق بالتعامل معه مما ايضا ذكر في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع حيوانات بعض المعجزات التي وقعت فيها توقف اشهد 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 ان محمد ورسول الله اشهد 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 ان محمد رسول الله لون اشهد 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 هيا على الصلاة 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 الله أكبر الله أكبر لا إلا الله بسم الله هناك عدد من المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المتصلة بقصص عن الحيوانات من ذلك الحديث الذي في مسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله تعالى عنه جئت المدينة أنا وصاحباني لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد ما في أحد ضيفنا يعني قال تفضله ويعني عشى وبيته عندي وكذا وكان في السابق لا يجد أماكن للناس يؤون إليها يعني شقق أو فنادق أو ما شابه هذا يقول ما آوان أحد فجئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسكننا في بيت هذا البيت فيه ثلاث عنزات قال يا مقداد احلبها كل يوم واشرب أنت وصاحباك واجعل لي قسما احفظ لي قسم أجي وأشرب أنا في الليل عشايا يقول فكن في كل ليلة أحلبها وأقسمها أربعة أقسام أشرب أنا وصاحباك ثلاثة أقسام ويبقى قسم أغطيه إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفه ويشربه يقول فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي تأخر وضعت رأسي على وسادتي لأنا وأنا قد شربت قسمي وصاحباك قد شربت يقول فلما تأخر صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فتعشى فهو ما يحتاج هذا القسم اللي باقي يمكن نتعشى فقلت لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ولا يجدوا يعني لبنا يشربه لا والله يقول فجلس قليلة ثم قلت ما هو تعشى أكيد ما تأخر لهم تعشى فلم تزل بنفسي حتى قمت إلى الإناء وكشفت غطاءه وشربت اللبن اللي هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول فلما استقار في بطني حضرني ما قرب وما بعد ندم وقلت الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ثم لا يجدوا اللبن فيدعو على من شربه أنا وشل خلاني أشرب يقول فا ارذهبت ووضعت رأسي على وسادته وأنا خايف وغطيت الإناء يقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا دخل يسلم سلاما يسمع اليقضان ولا يوقظ النام يعني لا يزعج اللي نايم ويسمع من كان مستيقضا حتى يرد السلام كان يسلم سلاما يسمع اليقضان ولا يوقظ النام اللهم صلِّ وسلَّم على رسول الله يقول فسلم وجعلته أنظر إليه بعيني في هذا الظلام والبيت صغير أصلا يعني يقول فتوجه إلى اللبن فعلمت أنه جائع وأنه بيشرب هاللبن يروح بيته يعني ما هيه حط هالعنزات له يعني يشربه أهله بس الآن كثر خيره اللي أكرمكم وحطكم في المكان يقول فلما كشف الغطاء في الظلام وأخذ الإناء ورفعه لم يجد فيه شيئا مخلص هو كل ياله يلقى فيه فوضعه ثم رفع يده يدعو يقول فقلت في نفسي الآن يدعو على من شريبه يدعو على من شريبه يقول وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول المقداد من شدة حرصه على أن يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قفز من مكانه يدري ما في حليب ويأخذ السكين ويتوجه للعنزات بيذبح وحده ويطبخ بهالليل وهي ليست له أصلاً لكن من شدة حماسها تصيبه الدعوة يقول فجعلت ألمسها لأنظر أيها أسماً قبل لا يلحب يقول فلمست الأولى ولمست جوانبها فمرت يدي على ضرعها تحت وإذا هي حافل يعني المليء الضرع باللبن لا يمكن أنها يجتمع اللبن ولا توني حالبها يقول فعجبت وجئت للثانية ولمست ضرعها لمليان لبن والثالثة لمليان لبن إيو الله يقول فمضيت إلى إناء كبير والله ما كنا نظن أن نستطيع أن نملها إناء كبير لا يمكن يمتلك يقول فحلبت من الأولى وحلبت من الثانية وحلبت من الثالثة ثم جئت باللبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحطيتك الدام فلما رأى اللبن كثيرا تعجب قال يا مكتاد أما شربتم لبنكم الليلة غريب يعني كذا كيف اجتمع قلت يشرب يا رسول الله قال ما الخبر قلت يشرب ثم الخبر قال ما الخبر يعني جاوبني من هو كيف هالنبن أنتو ما شرب ما حلبتها أصلا قبل يعني قلت اشرب ثم الخبر يقول فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني إياه حتى عليه صلى الله عليه وسلم هو بشاربك كله يبقي لي يبقي لي ولي صاحب قلت اشرب قال ما الخبر قلت اشرب ثم الخبر يقول فشرب مرة أخرى ثم ناولني إياه قلت اشرب يا رسول الله قال ما الخبر ليش يعني تلزم عليه طيب ما هم في ناس ما شرب قلت اشرب ثم الخبر قال فشرب حتى روي ثم أعطاني إياه فشربت الباقي ثم وضعت الإناء وضحكت وضحكت حتى وقعت لقفايق شدة الضحك طاح على ظهر فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد يعني هذا مقلب من مقالبك إحدى سوآتك يا مقداد ما الخبر قال فقصصت عليه الخبر يا رسول الله أنا حلبت لكن هذا الحليب شربته القسم الخاص بك وبعدين ظنيت أنك ذهبت إلى واحد من الأنصار وأنك تعشيت عندهم لكن لما جئت يا رسول الله وإذا أنا تورط وقمت والله بأنحر لك وحدها من يعني هالدواب لكن يسر الله صارت كلها مليانة غريباً أم استغرب كيف يجتمع الحليب فقال عليه الصلاة والسلام هذه بركة هذه بركة من الله هذا لبن مبارك يعني هذه بركة من الله أفلا كنت أخبرتني إليتك أخبرتني قبل لا نشرب حتى نوقظ صاحبيك اشربون معنا من هالبركة حتى أوقظ صاحبيك قلت يا رسول الله والله ما علي إذا أصابتني بركة وأصابتك من فاتت بعد ذلك من الناس أهم شي إني أنا شربت من بركة وأنا شربت وصاحبي خلم على جميع هذا مما ذكره أهل العلم يعني فيما يتعلق بي حقوق ما أمر الله تعالى به من هذه الحيوانات والتعامل معه ونحن أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بمسلنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بمسلنا اللهم إنا نسألك عيش السهداء وموت الشهداء محشر معنات قيامة ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء قدرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا وليقبائنا وهمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فلتدعوا بالصحة على طرعته واختل لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا بجنتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في دياره اللهم أحفظ المملكة وأهلها بشر الأشرار وكيد الفجار شغل ما تعاقب عليه هيل والنهار اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة واحفظ جميع بلدان المسلمين من كل سوء يا رب العالمين ياذا جلاله الإكرام اللهم إنا نسألك أن توفق أولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وليا عنه إلا ما تحبه وترضى من الأخوال والأفعال الظاهرة والفاطرة يا ذا جلاله الإكرام اللهم أمفع بهم بعباده والبلاد اللهم أحتملنا برحمتك ومغفرتك وإحسانك وفضلك اللهم أحسن نياتنا وذرياتهم اللهم أجعل أولادنا لنا قرة أعين اللهم أحفظهم صحبة الأشرار اللهم أحفظهم من التدخين ومن المخدرات ومن جميع الأشرار والآغات يا رب العالمين يا ذا جلاله الإكرام اللهم صل على ربينا محمد وعلى آله صحيح شكرا 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 شكرا